السلام عليكم السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير هناخد النهاردة lesson 4 unit 9 اي اخر حاجة بقى في الوحدة وبعد كده ناخد remember اول حاجة دي كلمات هننطقها مع بعض cook يعني يطبخ او طباخ look يعني ينظر في wood يعني خشب في book كتاب وفي food food قدم عفوا food قدم في cookie اللي هي كعكة في hook اللي هو خطة في الصنارة الصنارة اللي هو بتوع صيادين السمك وكده في hood اللي هي غطاء للرأس في good جيد في took اخذا في stood وقفة طبعا good و took دي افعال يعني عفوا took دي took ده فعل took فعل خلاص وفي برضو عندك stood وقفة فعل took stood فعل اما good دي adjective ف took و stood دي افعال و good adjective يعني good صفة اما took و stood افعال في الماضي افعال في الماضي نقرأها تاني مع بعض في cook دي cook تاني يعني يطبخ او طباخ يبقى cook ما عندها يطبخ او طباخ في look اللي هي ينظر في wood خشب في book كتاب في foot يعني قدم تمام في cookie اللي هي كعكة في hook اللي هو خطاه في الصنارة وطبعا في hood اللي هو غطاء للرأس hood وفي good اللي هو جاي took طبعا took بمعنى اخذ في stood stood بمعنى وقف في stood بمعنى وقف تمام بعد كده سكوتر سكوتر اللي هو حزاء التذلك كانجرو كانجرو موز سكول بوت خلاص زو روستر بودل بودل طيب تاني يبقى بروم بروم ما أشى مون الأمر نودل شعرية سكوتر حزاء التذلك بيبقى حزاء بعجل لو بسط للصورة كويس كانجرو حيوان كانجرو خلاص موز اللي هو ده يعني حيوان أمريكي خلاص طيب سكول مدرسة بوت اللي هي البوتة بورقة بطويلة للبنات بتلبسه ده زو زو اللي هي حضيكة حيوان في روستر روستر ديك روستر ديك خلاص في بودل بودل اللي هو كلب كلب بس ذو شعر كثيف يعني عنده شعر كتير خلاص يبقى في روستر ديك وفي بودل ده كلب ذو شعر كثيف يعني عنده شعر كتير. خلاص. طيب. بعد كده بقى. ده الاستماع يا سنة خمسة. يعني عندك بوك كتاب بوك وكوك. فالمفروض ان انا هاقرأ لك التلات كلمات دول. وبعد كده اقول لك الكلمة اللي هتختارها من ما بينهم. يعني التلات كلمات ههم انا اقول لك نص الاستماع الكلمة اللي هتختارها فاقلت لك بوت. كمان انت هتقوم اختار بوت اللي هي التانية. طيب. كانجارو, مون فوت طبعا كانجرو مون فوت فوت عفوا مش فوت فوت كانجرو ومون وفوت طبعا انا هانطق لك فوت يبقى ده نص استماع يعني انا اقول لك الكلمة انت تختارها فهنا تختار فوت بعد كده عندك موذ سكول هود فطبعا انت هتختار هود لو اخطفت الايه الصنارة سكوتر هك زو طبعا انا انا هقول لك هوك يبقى تختار هوك خلاص روستر توك وود طبعا روستر وتختار روستر خلاص كده تمام ده بالنسبة لي نص الاستماع يبقى انت تختار بود تختار فوت تختار هود هوك وتختار روستر تعالوا بقى نقرأ مع بعض البتاع ده مس هود اند هير بودل وين توززو خلاص يبقى ده طبعا الصورة الاولى اللي هي ادي مس هودا واحدة اسمها هودا وي هير بودل الكلب بتاعها الكلب بتاعها اللي شعره كثيف هي بتبقى حيوانات اليفة بتتربى في البيت وكده يعني خلاص وين توززو راحوا حضيقة الحيوان يبقى ده اول صورة ده اول صورة طيب زي سو اريدروستر ان اكانجرو اهي شافوا ديك وشافوا كانجرو دي الصورة اللي هي فيها ديك وكانجرو طيب زي لوجد ات اموس بصوا للحيوان اللي هو الامريكي الضخم ده ها ان زي لوجد ات زمون وبصوا للامر فدي رقم تلاتة رقم اربعة زي وين توسكول اون اسكوتر راحوا لي المدرسة على السكوتر خلاص فدي الصورة رقم اربعة اول تاني مس هود and her boodle went to the zoo مس هود اسمها هود and her boodle went to the zoo فدي الصورة الاولى انه هما راحوا لي حضيقة الحيوان رقم نمبر 2 زي سو اريدروستر ان اكانجرو هنا هو ريدروستر وكانجرو نمبر 3 زي لوجد ات اموس ان زي لوجد ات زمون ادي هو بصولو لده من الحيوان الامريكي ده والقمر رقم نمبر 4 زي went to to school اون اسكوتر اهو انه هما كده راحوا المدرسة على السكوتر خلاص تاني يبقى انت لازم تفرق ما بين الاصوات انت لازم تفرق ما بين الاصوات دي جايب لك الاصوات اللي هي بتوط نطق يو اللي هي نطق قصير اما دي طبعا جايبها لك انك تتكي عليها جدا انك تتكي عليها جدا فده طبعا بيبقى انا عندي هوك وعندي هود هوك وهود عندي هوك وعندي هود الكلمات دي بتتنطق نطق خفيف يعني كاينك بتنطق يو كده فبيبقى نطق قصير هوك وخطاف سنارة هود غطاء رأس خلاص فده بيبقى زي ما قلنا نطق صوير اما هنا سكول بوت فهنا بتطول النطق شوية خلاص يبقى انا عندي هوك وخطاف سنارة وهود اللي هي غطاء للرأس هود اللي هو غطاء للرأس خلاص كده يا سنة خمسة طيب بس كده شفتوا الدرسة على فكرة سهلة جدا 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 مفيش في اي حاجة يعني تعالوا بقى ان يشوف كده مع بعض اول حاجة listen and circle يعني اسمع وحط خط يعني دايرة عفوا circle يعني دايرة اسمع اللي انا هقولولك وحط دايرة على الكلمة اللي انا هنطقها فانت عندك بروم مقشة وعندك فوت اللي هي قدم فانا هدخل المث اللي بتماليك في المدرسة هتقولك بروم فتقوم انت حاط الدايرة على بروم اللي هي مقشة سبون ومون سبون معلقة مون أمر فالمث هتدخل تقولك سبون فتقوم حاطت عليها دايرة طيب cook وبوك طبعا انا هقولك بوك يبقى تقوم حاط الدايرة على بوك اوكي دا بالنسبة لنص الاستمع بعد كده listen and complete برضو نفس النظام انا هسمعك وانت تكتب ورايا الكلمة سالم بيقول where did you go yesterday سالم بيقول انت رحت فين مبارح ناجي رد عليه وقال له طبعا I went to the zoo طب ليه وانت ليه رد في الماضي عشان قاله did ويستردي يبقى انا كده بتكلم في زمن الماضي البسيط فعشان كده قاله I went to the zoo دا انا رحت حديقة الايه الحيوان قاله what did you see there شفت ايه هناك في حديقة الحيوان قاله I saw a red rooster and a kangaroo شفت ديك احمر وشفت kangaroo قاله did you see a mouse هل انت شفت الحيوان الامريكي ده قاله yes I did فعلا شفتو خلاص اقول تاني listen يا سنة خمسة where did you go yesterday قاله I went to the zoo انا رحت ليه حديقة الحيوان قاله what did you see there شفت ايه هناك قاله I saw a red rooster and a kangaroo شفت ديك احمر وكانجرو did you see a mouse هل انت شفت الحيوان الامريكي ده قاله yes I did فعلا شفتو نبدأ بقى نحل بيقول ايه circle and odd one and replace it with the correct one يعني شيل الكلمة المختلفة من الكلمات اللي انت شايفها دي ويحط كلمة صحيحة تتماشى مع الكلمات يعني stood بمعنى وقفة moon بمعنى قمر took بمعنى اخذة one بمعنى فازة فانت هتلاحظ ان one ده فعل ماضي took فعل ماضي stood فعل ماضي يبقى طبعا تختار moon لان moon اسم بمعنى امر خلاص وتكتب اي فعل وليكن اي فعل بس في الماضي خلاص يعني مثلا do did لو كتبت did فعلة فدي كده في الماضي خلاص طيب home zoo hook school home وزو حد ممكن يقول لي ده 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 ماضي شاز طب انا ممكن هنا احط فعل ماضي منتظم اه ممكن يمشي لك صحي يعني مش غلط المهم ان انا حط فعل وفعل ماضي يعني انت حطي الده ممكن برضو تحط بلايد يعني لاما ماضي شاز لاما ماضي منتظم بس يفضل انك تحط شاز لان استود ماضي شاز وتوك ماضي شاز ماضي شاز يعني ما بضف لهمش لدي ولا ايدي فعندك دي وقفة دي اخذة دي فازة كلهم شاز يعني لدي ولا ايدي فعشان كده حطي الدد طب فرض ما جايز انك حطيت بلايد برضو فعل ماضي فمش هتبقى غلط يعني home zoo hook school طبعا ملاحظ جدا ان ده بيت ودي حضيقة حيوان ودي مدرسة خلاص فطبعا وعندي خطاف صنارة فhome وزو وسكول وهوك فطبعا اختار hook لان دي كلها اماكن وليكن مثلا هاختار garden اللي هي حضيقة الايه garden اللي هي حضيقة المنزل مثلا يعني طيب foot وهد وسكاي ونوز foot يعني قدم head يعني رأس سكاي سماء نوز انف خلاص فانت تختار طبعا سكاي وتحط اي حاجة اي عضو من اعضاء جسمك ارم يعني زراع ممكن تحط لج اللي هي ساق خلاص طيب kangaroo noodle moose boodle خلاص kangaroo noodle moose boodle طبعا اختار noodle لان ده kangaroo حيوان وده برضو حيوان وده حيوان تحط اي حاجة انت مثلا لو حطيت cat اطة والله صح لو انت حطيت dog kelb برضو صح sit cooked looked stood طبعا sit stood يعني يجلس cook يعني يطبخ look يعني ينظر stood يعني وقف اخد بالك ان ده ماضي stood وقف نظرة طبخ اما ده في المضارع ده يجلس في المضارع لكن انا عندي الثلاث افعال دول جايين في الصيغة الماضي خلاص لذلك هتقول sat مثلا اللي هي جلسة sat اللي هو المهم يبقى فعل في الماضي المهم انه هو يكون فعل في الماضي المهم انه هو يكون فعل في الماضي طيب تعالوا نكمل بقى زاد نقط on one foot طبعا الكلب نقط على رجل واحدة طبعا stood يعني واقف على رجل واحدة stood stood on one foot يعني واقف على رجل واحدة a kangaroo is a a an animal cangero animal cangero animal 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 an dog بودل بودل كلب شعره كثيف شوية كلب على نوع نضيف my favorite food is not any chicken طبعا noodles الشعرية و الدجاج اللي هي مكرونة و فراخ لغيتنا بعد كده الرجل اللي هو الترتيب نركز معايا شوية بقى في الترتيب نركز كده شوية سنة خمسة مع بعض طبعا zay اول حاجة هتقول zay اللي هو اصلا طالب منك انك تبدأ بي zay saw arid rooster يعني هم شافوا dik احمر يبقى zay saw arid rooster هم شافوا dik احمر خلاص طيب اللي بعد و when when يجي بعدها فعل مساعد does where does ايه فاعل يار طيب when does yara go فعل في المصدر وبعد كده fishing اللي هي الرياضة طيب ادي اداء استفام فعل مساعد فعل فعل في المصدر can can فعل مساعد بعد كده you فعل can you make noodles هل انت بتعرف تعمل شعرية خلاص طيب زي ادي زي دي جملة بق زي looked هم بصوا at the moon يعني هم بصوا لإيه هم بصوا للأمر نقول الجمل نقول الجملتين they saw a red rooster يعني هم شافوا ديك أحمر when does yara go fishing امت يار بتذهب لصيد الأسماك can you make noodles هل انت بتعرف تعملي شعرية خلاص لا والله ما بعرف they look the head the moon they look the head the moon يعني هم بيبصوا لي الأمر خلاص بس كده تعالوا بعد كده الصورة look and write a paragraph of five sentences بنتكلم على براجراف خلاص من يعني من خمس جمل فهتقول ايه i can see a girl انا شايف بنت and a boodle وشايف كلب شايف بنت وشايف كلب i can see a girl and a boodle هقول they هم لانا جنت بتتكلم عن اتنين هنا they go to school هم رايحين المدرسة خلاص هم رايحين المدرسة they go there هم رايحين هناك خلاص on scooter على السكوتر هم هم رايحين هناك على السكوتر مثلا and the girl is beautiful البنت جميلة she has a short hair عندها شعر قصير she wears glasses هي لفسة ندارة خلاص ممكن مثلا تقول they are happy هم سعداء they are happy هم سعداء خلاص they are happy يعني هم سعداء طيب تعالوا يلا سأنا خمسة أقرأ لكم الجملتين I can see a girl and a boodle أنا شايف بنت وشايف كلب كثيف الشعر they go to school هم رايحين المدرسة they go there هم رايحين هناك on the scooter على السكوتر طبعا the girl is beautiful البنت جميلة she has a short hair عندها شعر قصير she wears glasses هي لفسة ندارات خلاص they are happy يعني هم سعداء خلاص نور وراشا عمل الشعرية يوم الثلاث اللي فات عفوا يوم الخميس هي للثلاث يوم الخميس خميس طبعا النور هو مكبر هالك راشا برضو تعملها capital تبقى R كده capital يعني تمام cook noodles last series day لابد T أيام الأسبوع لازم تبدأ بحرف capital طبعا بتكتب الجملة كلها والحاجات اللي انت تغيرها بس تحط تحتها خط يبقى R بتاعت راشا والT بتاعت series day وهو حطتلك نقطة في الآخر طيب did miss hot go to the zoo طيب هل miss hot go to the zoo طيب هي miss d هي اولا في الآخر علامة استفهام question mark طيب did miss hot برضو m mister كده الاسع عاملة بالزبط زي كلمة mister فلازم ال m بتاعتها تكون capital ال m لازم تكون capital فعشين كده قلنا miss hot ال m بتاعتها وفي الآخر question mark عم تستفهم وبردو هتكتب الجملة كلها بس يا سنة خمسة كده هنكون خلصنا الدرس الرابع اتمنى كون استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو اشتركوا في القناة